كشف عبدالقادر جابر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل بأنه سيتم في الثامن والعشرين من مارس الجاري صب من حتى ثلاثة عشر ألف دينار لأكثر من ثلاثمائة ألف شاب من طالب العمل لأول مرة وأوضح المتحدث اليوم خلال نزوله ضيفا على القناة لذاعية الثانية بأن مصالحه شرعت في معالجة ملفات المترشحين للحصول على هذه الإعانة منذ خمسة وعشرون فيفري الماضي وقال إنه تم وضع منصة رقمية مخصصة لاستقبال ومعالجة طلبات الوافدين لأول مرة على سوق الشغل